في بغداد أدت مبادرة زعيم التيار الصدري إلى تشجيع النواب المستقلين على عقد أكبر اجتماع لهم على الإطلاق حسب وصف الأوساط السياسية التي تتابع باهتمام ردود الفعل على التحرك الجديد للتحالف الثلاثي نحو تحقيق نصاب الثلاثين في البرنامان مصدر نيابي حضر اجتماع النواب المستقلين في بغداد والذي استمر حتى فجر الاثنين أكد حضور 45 نائبا خلال المداولات المصدر قال إن الاجتماع شاهد انقسامات طبيعية حول تفاصيل كثيرة تتعلق بخيارات تشكيل حكومة من المستقلين حسب عرض التحالف الثلاثي الذي قال إنه سيدعمها لكن الحضور اتفقوا على قبول المبادرة وتشكيل وفد يبدأ حوارات مع زعيم التيار الصدري وأطراف التحالف الثلاثي مع الرأي الغالب بترشيح خمسة شخصيات مستقلة لمنصب رئيس الوزراء بينهم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي والقاضي رحيم العقالي ترجمة نانسي قنقر